موسيقى السلام عليكم مشاهدين الأكرم في هذه الحلقة من حوار الساعة واصنطن والدول الأوروبية المتحمسة لشن العدوان على سوريا لم تقدم أي أدلة حاسمة وكذلك روسيا فيما فريق الأمم المتحدة لم ينجز تقريره حول الكيميائي المفترض كلها التفاصيل تلح بالسؤال ماذا إذن وراء العدوان الأمريكي المنتظر على سوريا في غياب الدلائل الدامغة التي يتطلبها القانون الدولي وإيضا العرف الأمريكي العدوان هدفه تدمير سوريا وتدميرها يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية الكلام هنا للمطران عطل حنة قاله للميادين اليوم من كلب القدس الشريف يقول محللون كل حروب أمريكا ضد العرب كانت خدمة لإسرائيل وبتحريض منها ونتائجها تخبر بذلك فتن طائفية تفتيت جغرافي وديمغرافي وتحويل الدول العربية المستهدفة إلى دول فاشلة نتائج تعيشها للمفارقة العديد من الدول العربية اليوم أمريكا فرنسا بريطانيا تقرع طبول الحرب على سوريا في مشهد يعيدنا ولو بفارق بسيط إلى العدوان الثلاثي على مصر فارق يطرح استفسارات فبينما القضية الفلسطينية تجرعت الخسارة الأكبر من جراء هذا العدوان إسرائيل اليوم أي الأدوار تلعب وأي المكاسب تحصد كلها معطيات تقود للسؤال المركزي في حوار الساعة اليوم هل يهدف العدوان على سوريا حقا لحماية حقوق الإنسان أو ما يعرف التدخل لأسباب إنسانية أم لإسرائيل وبالتالي أي مصير للقضية الفلسطينية في ضوء هذا العدوان إذا تم ومعنا في هذه الحلقة سيد بسام أبو شريف الكاتب والسياسي الفلسطيني وهو أيضا المستشار السابق لرئيس الراحل ياسر عرفات ومعنا مباشرة من رام الله كذلك معنا الصحفي والكاتب السياسي هنا في الستوديو الأستاذ إدمون صعب أهلا بكم أبدأ معك سيد بسام أبو شريف لعل المعطى أو الكلام الأبرز ما قاله اليوم للميادين المطران عطالله حنم إنه الهدف العدوان على سوريا هو تدمير سوريا وبالتالي تدمير سوريا يعني تصفية للقضية الفلسطينية تتفق مع هذا الكلام؟ توجيه ضربة لسوريا هي توجيه ضربة لقلب الأمة العربية فسوريا هي قلب الأمة العربية وبالنسبة لنا نرى أن الهدف الأساسي من وراء ضرب سوريا القضاء على قوة يعتمد عليها الشعب الفلسطيني على بعد استراتيجي للشعب الفلسطيني لم يتبقى له الكثير في هذه المنطقة إذن الهدف الهدف هو شق القضية الفلسطينية بضرب دمشق بأي معنى؟ يعني لو نوضح أكثر بالتفاصيل بأي معنى؟ أنه الهدف هو شق القضية الفلسطينية لو نتحدث في التفاصيل المخطط لضرب سوريا تم إعداده قبل سنوات من قبل إسرائيل والولايات المتحدة لجنة مشتركة هذا في عام 2007؟ وكل عم بنقطع الصوت معرفش ليش بس إذا سمحتي أريد أن أقول أن إسرائيل ليست بعيدة أبدا لا بل هي في طلب التخطيط لضرب القوى العربية في المنطقة القوى التي تسميها هي إرهابية ولكنها قوى المقاومة العربية مقاومة مخططات الصهيونية ومخططات الإمبريالية إذن سأعود إليك سيد بسام أبو شريف وربما أيضا نعالج هذه المشكلة التقنية بالنسبة للصوت ونقف في التفاصيل وتحديدا عن هذا الاجتماع الذي تحدثت عنه ولعل هذه اللجنة الإسرائيلية ولجنة أمريكية في عام 2007 ولك تصريحات حول هذا الموضوع سأعود إليك بالتأكيد للحديث عن التفاصيل أرحب بك مجددا أستاذ دمون صعب اليوم شاهدنا في المجلس مجلس العموم البريطاني وما يشبه المشادات الكلامية لا يوجد اتفاق أيضا الكونغرس الأمريكي لا يوجد حتى الآن أي موافقة للعدوان على سوريا أساسا ما من أدلة عرضت لا على الرأي العام الأمريكي ولا العالمي نسأل إذن لماذا تدور المحركات العسكرية الأمريكية من البوارج على الأقل في البحر المتوسط ما وراء هذا التحرك أعتقد أن الذين يديرون الحرب على سوريا قد أدركوا أن هذه الحرب لم تؤتي السمارها حتى الآن كما توهموا لذلك كان موضوع الكيميائي كان موضوع كان مبررا بنظر هذه القوة لشن الحرب التي ترددوا كثيرا في شنها على سوريا خصوصا من جانب الولايات المتحدة لكن هنا أود أن أتوقف عن مسألة مهمة تفضلت بطرحها على الأستاذ بسام أبو شريف هو موضوع الموضوع الإسرائيلي أنا عندما أنشئ الدولة الإسرائيل كان عمري ثمان سنوات وأنا من هذا من ذلك التاريخ حتى اليوم أراقب أراقب الوضع كإعلامي وكمحلل سياسي اليوم نحن أمام تثبيت دولة إسرائيل بعدما جرى وعد بالفور خلق هذه الدولة واليوم المعركة الحالية الحاصلة اليوم هي معركة تثبيت دولة إسرائيل عن طريق تدمير سوريا أكثر مما هي معركة من أجل ديمقراطية في سوريا ومن أجل تغيير النظام وإحلال نظام لمؤراطي مع حل النظام النظام البعثي والنظام يسمى ديكتاتوري لذلك أعتقد أن اليوم المحور الأساسي لهذه الحرب أصبحت إسرائيل وانكشف القناع قناع يعني الدول التي بررت تدخل العسكري في سوريا من أجل قلب النظام أو تغيير النظام أو أنه من أجل حقوق الإنسان والحريات تثبيت دولة إسرائيل سأعود إليك سيد دمون صعب مجددا أعود إليك سيد بسام أبو شريف إذا كنت تسمعني الآن بوضوح تتحدث أن إسرائيل ليست بعيدة أبدا في صلب التخطيط الآن وكنت تذكر هذا الاجتماع للجنة الإسرائيلية واللجنة الأمريكية في عام 2007 على ما أعتقد ليس كذلك تضعنا في إطار ما الذي تم الاتفاق عليه وكيف يمكن أن نراه الآن بالمعطيات في التجهيز للعدوان على سوريا أعتقد أن الضربات لسوريا لن تكون شبيهة بالضربات لليبيا أو العراق بل ستكون ضربات يسمونها هم محدودة ولكن ضربات مؤلمة ومكلفة جدا وأنا هنا أريد أن أشد الانتباه الرأي العام إلى كذب الولايات المتحدة الواضح والكبير من قولها بالضربات المحدودة لنفتر جدلا لنفتر جدلا أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يريدون ضرب مخازن الأسلحة الكيموية التي يدعون أن سوريا تخدمتها كم سيكلف ضرب هذه المخازن من أرواح المدنيين هذه من ناحية من ناحية أخرى أيضا ادعاء الرئيس الأمريكي بأن تخدم الأسلحة الكيموية هو خط أحمر ألا يعني برب سوريا هو إعطاء المجال وفتح الأبواب على مصراعيها لاتخدام أي سلاح في الدفاع عن النفر أي عكس الذي يريده الرئيس أوباما الحقيقة أن ما يدور في سوريا هو جزء متمم لما جرى في العراق لما جرى في ليبيا لما جرى لفترة في مصر أي القضاء على القوة العربية التي يمكن أن تقاوم مخططات الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة المقاومة تعني بالنسبة لهم إرهابا لأنه من لا يسمح لإسرائيل بالتوسع والتمدد والسيطرة على الشرق الأوسط من يقاوم ذلك هو إرهابي اليوم الآن مثلا في الوقت الذي نبحث جميعا في الضربات المتوقعة على سوريا بدأت إسرائيل في حفر آبار للبحث عن النف في الجولان في الجولان وهي أرض معتلة وهذا خرق للقانون الدولي خرق لقرار 242 خرق لمواقف الولايات المتحدة التي تدعيها أمام الناس قبل أسبوعين أو ثلاثة أعلنت إسرائيل ضم 800 ألف دنم هي صحراء النقب وهذا خرق أيضا لقرار 242 338 هذا النوع من الإرهاب الاتعماري التوسعي هو المقبول لأنه باتفاق مع أمريكا أما من يقاوم المخططات الأمريكية ومن يقاوم التوسع الإسرائيلي يسمونه إرهابيا أتوقع من كل هذا الحجد العسكري الذي يرتبك الآن لأنه لا يعرف ماذا يفعل أين يضرب أتوقع منه أن يوجه ضربات وخلال 12 ساعة القادمة وقبل تقرير لجنة التحقيق ولكن هذه الضربات ستتركز حسب اعتقادي على مقرات وردت في معلومات المسلحين السوريين والأتراك حول بشار الأسد سيحاولون اقتياله إما طيارات بدون طيار أو بطواريخ إلى آخر لأن كل هذه المعارك هدفها إزالة بشار كي يسير مؤتمر جنيب البيت الأبيض أعلن اليوم نحن لا نريد أن نتقط ونغير النظام إذن ماذا يريدون يريدون معاقبة بشار الأسد وقالوها صراحة هناك معاقبة يجب أن تكون للحكومة السورية تحميل المسئولية سواء كانت استخدمتها أو لا فالتحمل مسئولية ربما تأمين كما قال قبل بعض الوقت المتحدث باسم البيت الأبيض لكن عندما تتحدث سيد بسام أبو شريف أن هناك في غضون 12 ساعة كيف توصلت إلى هذا المعطى هذا في التحليل أم أن هناك معلومات الحقيقة هناك معلومات لا أدعي أنها معكدة ولكن إذا لن تضرب أمريكا خلال 12 ساعة القادمة سوف تكون في حرج كبير فقد سلم أوباما قرار استخدام القوة العسكرية ضد سوريا لأي جهة لأي مجموعة لأي تافة يمكن أن يتخدم سموم كيموية ما زودته بها إسرائيل أو تركيا هذه المجموعة تجر الولايات المتحدة من قلال قرار أوباما باعتبارها خط أحمر إلى حرب ومن سوء حظ الولايات المتحدة أن هذه المرة تتواجه ليس فقط الشعب السوري والعرب في سوريا والنظام السوري والجيش السوري تتواجه أيضا روسيا روسيا تقف الآن موخف دفاعا عن مصالحها القومية في الشرق الأوطط فلا يوجد في البحر المتوسط كله مكان آمن لأسطول روسيا سوى قرطوس سوى توريا ولذلك من سوء حظ أوباما أن روسيا تدافع أيضا عن مصالحها القومية وفي لعبة الأمم لا يدعث ولا يتجرأ الطرف الأمريكي أن يدعث على قدم روسيا في مطلع قومية عليا سأعود إليك سيد بسام أبو شريف مجددا إليك سيد أدمون صعب أنا أركز على طريقة التعاطي الإسرائيلي إسرائيل تتعاطى كرد فعل تحسب أم أنها فعلا تريد تدير وربما تحضر للمشاركة أو الاستفادة أو المكاسب من العدوان على سوريا خصوصا أنه ما تبين حتى الآن أنه لربما الأدلة التي تتحدث عنها الولايات المتحدة الأمريكية هي عبارة عن مخابرات هاتفية تحصلت عليها الاستخبارات الإسرائيلية وبالتالي نقلتها للاستخبارات الأمريكية أعتقد أن الأمور ليست بهذه السهولة والحرب في الشراء الأوسط ليست مسألة سهلة يقفي النظر إلى ماذا يحصل في الكونغرس الأمريكي ليس فقط ماذا يحصل في مجلس العموم في الكونغرس الأمريكي تدور معركة حقيقية في وجه أوباما لأن الولايات المتحدة ليست مستعدة أن تجر إلى حرب ثالثة في المنطقة هناك 111 نائبا رفعوا عريضة للرئيس أوباما طلبوه أن يكون القرار تدخل العسكري بموافقة الكونغرس واليوم رئيس ميس النواب والذي هو جمهوري جون بونر وجه 14 سؤالا إلى الرئيس أوباما وكان أبرز هذه الأسئلة سؤالان الأول أين هي المصلحة القومية الأمريكية في العملية العسكرية والسؤال الثاني ما هي الكلفة المالية لهذه العملية وأعتقد أن لكل هذه الحرب الإعلامية التي حاصل اليوم أو التي تبشر بالحرب في الغد أعتقد أنها هي طبول هي أصوات الطبول وليست بشائر نزور الحرب الحقيقية لأن أعتقد أننا لا نزال بعيدين عن العملية العسكرية وعن الحرب لا توافق إذن ما قاله سيد السامة الشرب لا أوافق هارتس لو سمحت لي وفد أمني رفيع برئاسة مستشار الأمن القومي عقوب عميدور هو موجود في واشنطن هناك درس لأليات الاستعداد لإحتمال التصعيد العسكرية في المنطقة في عقاب هجوم المفترض لأن إسرائيل التي أخذت أبعدت نفسها لحرب أكثر مما تقول حرب عالمية أود أن نقول أن إسرائيل التي أخذت لو بروفايل أبعدت نفسها عن الصورة منذ بدأ الحديث عن الكيماوي وعن إمكانية التدخل العسكري الأمريكي والبريطاني والفرنسي لم نسمع كلمة من الإسرائيلي كان الإسرائيلي كان ينتظر ينتظر النتيجة أعتقد أن عندما نطق نطق الإيراني أن أي اعتداء على سوريا سيجابه برد على إسرائيل أدركت إسرائيل أنها أصبحت في دائرة الخطر ولم تعود القضية قضية التدخل من أجل كيماوي أصبح مصير إسرائيل هو اليوم في الميزان لذلك هناك اليوم سعي إسرائيلي كبير لتدارك هذا الأمر وأنا لا أستبعد أن يكون لإسرائيليين دور بحد يعني جعل العملية العسكرية محدودة ربما محدودة من يضمان من يضمان أنه عدم تطور هذا العدوان لحرب من الذي يمكن أن يفعل لأن كل القواتين المساندتين لسوريا وهما الصين وروسية ليست راغبتين في قيام حرب في المنطقة وتحذران من هذا الأمر وتحاولان استعمال الأمم المتحدة لكبح جماح الأوليات المتحدة والفرنسا وإريطانيا وأعتقد أن هذه العملية قد نجحت بدليل أن اليوم يعني اللقاء الذي حصل بين رئيس الإتلاف السوري أحمل الجربة والرئيس الفرنسي سمع الجربة كلاما لا يرضيه من الرئيس الفرنسي أن الحوار هو الحل وأن الحل السلمي هو المطلوب وأن المشفي هناك مشكلة عند المعارضة السورية هو هناك رصد ربما لتراجع وهكذا يفسر لكن في التصريح الأمريكي هناك تناقضات وهناك عدم توضيح للموقع سنتابع فيه لو سمحت سيد المون بعد الفاصل ملاسحة بعض الفاصل سيد المون سنعود بالتأكيد لهذه الجزئية وأيضا تبقى معنا سيد بسام أبو شريف بي رام الله مشاهدين فاصل ونتابع هذه الحلقة من حوار الساعة تفضلوا بالبقاء معنا من جديد أهلا بكم في حوار الساعة ومجددا نرحب في ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ إدمون صعب وكذلك من رام الله السيد بسام أبو شريف المستشار الخاص للرئيس الراحل ياسر عرفات عود إليت مجددا برام الله على أن نعود لي سيدة مونلي الجزئية كنت حدثت سابقا أنه وتربط كل ما تشهده المنطقة ببعض بتفجيرات التي حدثت في لبنان قلت أنه حدثت بعد اجتماع بين وزير الدفاع الأمريكي والإسرائيلي هناك تمخض أنه لن يتم السماح لما تم تسميته مثلث الشرط هران دمشق بيروت أن ينتصر في سوريا هناك خطة إسرائيلية للتدخل في سوريا ضرب مواقع تخصيف باليورانيوم وبالتالي إنهاك الجيش السوري وأيضا المصري بحروب مع المرتزقة والتكفيريين والتغطية وإبعاد الأنظار عن الجرائم والخروقات التي تتكبها إسرائيل في فلسطين المحتلة هذا ما نشاهده الآن هو بداية لهذا المخطط انطلاقا مما شاهدناه في لبنان وما يحضر لسوريا وبالتالي نحن أمام النتائج لا الحيلولة دون نقوع أريد أن أوضح التالي يجب أن لا يغيب عن ذهننا أبدا 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 أن المخطط يتهدف القضاء على المقاومة المقاومة أي مقاومة مخططات الولايات المتحدة وإسرائيل التوسعية لذلك نرى أن اسم حجب الله دخل في لائحة الضرب حسب مشروع قرار اطلعت عليه الميادين السعودي نعم حدمته السعودية لضرب سوريا وحجب الله نعم إضافة لذلك المقاومة في فلسطين يتم ضربها بشكل مش بالرساط ولكن بمنعها منعا باتا حتى بالمظاهرة مظاهرة السلمية في معذكر في مخيم عذكر الأمن الفلسطيني قتل مواطنا لأنه كان هناك مظاهرة إذن ما أريد أن أقوله للأستاذ صعب لماذا يجتمع المطبخ الإسرائيلي أي الحكومة المصغرة أربع مرات خلال 48 ساعة نحن نتابع ونتتبع قدر الإمكان مع الناس جهاز مخابرات نحن سياسيين ولكن متابعة الصحف الإسرائيلية والأخبار الإسرائيلية تعني أشياء وإلا لماذا العقل لماذا يصطف الآن آلاف من الإسرائيليين ليتسلموا أقنعة الغاد ابتداء من حيفا وصولا إلى عقلان لماذا لأنه هناك على ضوء المعلومات التي زودتها أمريكا وبريطانيا للمطبخ الإسرائيلي حول ما تنوي فعله هناك احتياطات لأنه قد كما قالت إيران قد يكون هناك تبعات على إسرائيل ماذا نعني بذلك ماذا يعنون معلومات غير مؤكدة ولكن معلومات الاستخبارات البريطانية كما نشرت تقول أن معظم مخاذ الأسلحة الكيموية هي في مناطق حدودية حدودية مع مين حدودية ما هي حدود سوريا السعودية الأردن الجولان لبنان لبنان لا يمكن أن يخزنه هناك لأنه أرض واحدة خاصة في منطقة البقاع إذن ضرب هذه المخاذن أو هذه الأسلحة قد يؤدي إلى تضرر إسرائيل أو السعودية أو الأردن وهو ما لا تريده الولايات المتحدة يقولون ضربات محددة ومحسوبة لمعاقبة المسؤول عن استخدام الكيموية ونحن لا نسعى لتغيير النظام ماذا يعني هذا الكلام يعني هذا الكلام ضرب الهيئات القيادية السورية في مقرات يحتمل أن يكونوا إما مجتمعين فيها أو جالتين فيها أو نايمين فيها كيف تتأتى النتائج المرجوة من خلال ذلك إذا تمعت نعم تفضل إذا تمعت تفضل معلك إذا تمعت لأنه الموضوع يجب يجب أن يربط تفضل إذن عودة مرة أخرى المطلوب القضاء على المقاومة العربية وأنا أدعو إخواني في حزب الله للتنبؤ الشديد 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 لأنه كل هذه الطبول فوق سوريا يمكن أن تتحول إلى صواريخ لضرب حزب الله إلى متفجرات كما جرى في الضاحية إسرائيل لا تنسى أن حزب الله هزمها هزمها وهي لا تنسى نجاج مطر هزمها ولذلك هي تنتقم الآن بطرق أخرى منهما إسرائيل تعتبر أن هناك مقاومة كامنة في جيش مطر البطل مقاومة كامنة في الجيش السوري الذي كان يبني قواته مقاومة فاعلة في حزب الله لذلك ترى أعداءها أعداءها وتسعها يكمنون في هذا من هنا قلت أنه إذا لم تفعل الولايات المتحدة أي أن تضرب خلال ساعات هذه الأهداف المحددة فلن تتطيع شن حرب لأنه تقرير الأمم المتحدة حياتي سلبا لأنه هناك رأي عام بدأ يتبلور ضد ضرب أو حمل على الكرياتوريا لدرجة تطروا أن يقولوا نحن لا نخطط لشيء شبيه ما جرى بالعراق أو ما جرى بليبيا إذن أما فرصة للمقاومين العرب وفرصة لنا نحن سعود لهذه الجزئية فرصة للمقاومين العرب سعود إليك حتى نقطي المجال سيدة بون صعب نعم سنتحدث عن الموقف الروسي وإيضا المقاومين العرب وجه التنبيه أوروبا يتنبى حزب الله لماذا لا نتحدث أيضا عن المقاومة في فلسطين وعن الموقف الآن سعود إليك سيد بسامة أبو الشريف أيضا حتى معنا أيضا في الستوديو سيدة إدمون صعب كان يتحدث وكان إسرائيل تتصرف وكانها الحرب التعاطي العربي مع ما يجري كان أيضا ذكر موضوع المشروع القرار ربما السعودي في مجلس الأمن الإدانة للحكومة السورية وأيضا الإدانة لحزب الله ربما الأدهى من العدوان البعض يقول أنه طريقة التعاطي والترقب العربي إعلاميا وأيضا سياسيا أكثر من حجم العدوان وما يعني يصاغ أو يتم العمل عليه لضرب بلد عربي أيضا مع الأسف يعني الفريق العربي الممثل بالسعودية وقطر خصوصا لا يبدو أنه فريق عربي يهمه تهمه سوريا أو تهمه السيادة السورية وحتى الحريات السورية وهو يعني رديف للموقف الإسرائيلي الأمريكي وهو شريك وهذا ليس جديدا إلا أن ما حصل خلال الأيام القليلة الماضية أسقط الأقنعة عن كل القوى خصوصا القوى العربية التي لم تتورع لم تتورع عن المشاركة في هذه الحرب على سوريا وفي التمويل واليوم في مساندة مساندة يعني الموقف الأمريكي الإسرائيلي بأي معنى بأنها يعني بدل أن تنسأ بإسرائيل إلى الأمم المتحدة زهبت سعودية لتطلب إدانة لبلد عربي هو سوريا وهي تدرك يعني بعمق أهمية سوريا في هذه المرحلة وهي تعرف أن انتهاء الدور السوري يعني انتهاء دور المقاومة وإزاحة آخر عقبة من طريق تثبيت الكيان الإسرائيلي في المنطقة وهذا ما تحدث عنه يعني الوزير الخارجي الأمريكي هنري كيسنجر قبل سنتين وقال إذا تم لإسرائيل هذا الأمر بالتعاون مع السعودية والعرب الآخرين سيصبح الشرق الأوسط إسرائيليا مرة أخيرة ولن يكون هناك يعني تستفيد الدول العربية بذلك تستفيد الدول العربية لأن باللهاية الأنظمة العربية قليل منها أنظمة وطنية كلها أنظمة تابعة تابعة للقوى الكبرى وتنفذ رغباتها وما يهم يعني الدول الكبرى هو يعني أمن الخليش هو أن يستمر تدفق النفط وأن تستمر إسرائيل دولة سيدة مسيطرة على كل المنطقة وهذه الأنظمة لا يهمها إلا يعني يعني إلا الكياناتها إلا يعني المواقع التي يعني تشغلها والسروات التي تكسبها من خلال يعني حرمان شعوبها التمتع بهذه السروات وهي تبدو كأنها يعني تخدم المصالح الأجنبية والاستعمارية في المنطقة أكثر مما تعمل لمصلحة العرب ومصلحة قدرية الجامعة العربية حمد مسؤولي الكامل الحكومة السورية اليوم أكضا ذكر المتحدث باسم البيت الأبيض أنه واشنطن تأخذ بعين الاعتبار في دراسة تردها كلام الجامعة العربية بدون شك يعني هي المؤامرة الكبرى على سوريا بدأت في الجامعة العربية وجاءت التغطية تغطية لدرب سوريا ولتسليح الجماعات الجماعات الإرهابية والتكفيرية بتغطية عربية وكانت أكبر خطأ في هذا الشأن وأعتقد أن ما حصل في مصر كان يعني من جملة ردود الفعل يعني الانتقامية لهذا الدور للجامعة العربية طيب سعود إلىك سيد أدمون مجددا إلىك سيد بسام أبو شريف في رام الله كنت تنبه تنبه حزب الله للتنبه جيدا في هذه اللحظات وماذا عن المقاومة في فلسطين إذا ما نظرنا المواقف الفلسطينية باستثناء يعني الجهاد الإسلامي كل القوى والفصائل اليسارية الفلسطينية أدانت وأعلنت رفضها لالعدوان أو أي ضربة أو عدوان أو هجوم على سوريا لا نسمع لحركة حماس أي كلام حتى السلطة الفلسطينية لا يوجد كلام واضح هذه فرصة بالنسبة لنا وأنا أعتقد أنها في معركة سوريا علينا جميعا أن نتكاتف لإسناد سوريا لأنها تتكون آخر المعارك التي تنتصر فيها الولايات المتحدة وتتبدأ عقارب الساعة بالدوران بالاتجاه المعاكس لمطالح أمريكا هناك تراكم تراكم من عدم الثقة بالولايات المتحدة وبرأيسها أوباما الذي جاء للقدس ليتحدث عن تاريخ اليهود في فلسطين وعن يعني أحقية الشعب الفلسطيني بإقامة دولته لنرى أن القدس الشرقية هودت الأغوار واخدتها إسرائيل النقف 800 ألف دنم يافا المدينة العربية قرروا بناء أحياء بلل لمليونيريت اليهود في عروس الشاطئ يافا التي من المقرر حسب الأمم المتحدة بقرار 47 أنها عربية إذن أقول فرصة للعرب أن يمزقوا مخطط تبتيتهم لطوائف السعودية تظن أن دعم هؤلاء التكفيريين سوف يجعل من سوريا قوة سنية مقابل ذهاب العراق لإيران كقوة شيعية دعمت مصر وما جرى في مصر بمليارات الدولارات لأنها تريد أن تحمي نفسها بهذا الكم السني ليس هذا كيف يحمي العرب أرضهم بوحدة العرب بتكسير مخطط الطوائف الذي بدأ بريجينسكي قبل ربع قرن بما قدمته إسرائيل من مخططات حول تفتيت القوى العربية إلى طوائف والويلات طائفية وتقسيم سوريا وتقسيم مصر وحدتنا والوحدة هنا تتم بالمقاومة بالمقاومة مقاومة مخططات العدو وهذه فرصة لنا أن نمر في الولايات المتحدة في الوعل أن تهزم حتى عندما تهاجم هذه الفرصة سنتحدث كيف يمكن أن تطبق وكنت سألتك عن مواقف القوى الفلسطينية عن حركة المقاومة الإسلامية حماس وعند السلطة الفلسطينية سأعود إلى هذه الجزئية وعند سأعود إلى بما يتعلق بالعرب مع ضيفنا سيد إدمون صعب ولكن مضطرون لفاصل ومن ثم نواصل حوار الساعة تفضلوا بالبقاء معنا مشاهدين موسيقى 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 أهلا بكم من جديد في حوار الساعة مرحبا من جديد بيا سيد بسام أبو شريف معنا من راب الله والكاتب والسياسي الفلسطيني والمستشار السابق لرئيس الراحل ياسر عرفات كذلك نجد الترحيب بيا الكاتب والصحفي اللبناني الأستاذ دمون صعب وأستطرد الحوار معك نتحدث عن المواقف العربية ولو فصلنا في دول الجوار أنت أيضا بكونك مكاتب وصحفي لبناني لبنان بأي حد واليوم يتحدث وزير الخارجية اللبناني بأنه زاد أو تضاعف في التشنج بلبنان هذا الحديث عن العدوان على سوريا تأثير لبنان بالعدوان هو حتمي لا يمكن أبداً أن يتأثر أو يمكن أن ينأى كما بالسياسة هناك مشكلة واحدة بالنسبة للقلق اللبناني يتعلق بالنازحين السوريين فقط فقط لا شيء غير سوى موضوع النازحين السوريين لأنه يعني تقدم حالياً على موضوع التفجيرات بل كاد ينسي الناس أن هناك تفجيرات وأن هناك خطة لزرع بزور الفتنة لأن الخوف أن لبنان يعني يصبح نصف الشعب السوري موجود في لبنان لبنان لا يتحمل لأن التركيبة الطائفية والمذهبية في لبنان تتقدم على أي شأن قومي أو أي شأن وطني لهذا السبب هناك اليوم خوف من زيادة أعباء الأعباء السورية على لبنان من جانب النازحين وليس أي عبء آخر لأن لبنان يعتبر أنه ليس مقصوداً في الحرب السورية بشكل مباشر لكن ما أود أن أقوله هنا أن هناك تسرع أن ندخل في دوامة الانتظار ثم الانتظار لأن نتائج ربما هكذا عدوان بالتالي على الداخل اللبناني بحكم المواقف لكل من الطرفين سيتأثر بكل الأحوال على الداخل اللبناني على الحكومة على كل الاستحقاقات لأن بلداً مثل لبنان ليس فيه حكومة وهو عاجز عن تأليف حكومة والحكومة التي تدير البلاد اليوم هي حكومة مستقيلة وهو عجزة عن إجراء انتخابات وعجزة يعني فمدد لميس النواب ومدد لقائد الجيش واليوم نحن في الطريق ربما تمديد تمديد لرئيس الجمهورية لها السبب يعني ليست هناك ليست هناك هموم هموم ذات طبيعة قومية والخوف الوحيد حالياً يعني الذي يعني غطى ربما على الخوف من التفجيرات هو تعازم تعازم عدد النازحين لكن ما أسأله أنه يعني يتحدث عن التوازن توازن القوى إذا ما تم هذا العدوان بتالي إضعاف النظام في سوريا هذا سيكون له بالتالي تأثيرات على توزيع القوى بدون شخص سيكون له تأثيرات لكن أنا أقول أن ربما هناك تسرع تسرع إعلامي في موضوع تدخل العسكري يوحي كأن التدخل حاصل بعد ساعات وتجري الحسابات أنا أعتقد أن اليوم أنا من مراقبتي لما يحصل حالياً في الولايات المتحدة خصوصاً في الكونغرس كلنا نعرف أن الكونغرس يوحي للعالم أن إسرائيل تسيطر عليه وأن القرار في الكونغرس هو قرار إسرائيلي وأن مصلحة إسرائيل تتقدم على كل المصالح لكن عندما يتقدم 131 نائباً معظمه من الجمهوريين بكتاب بكتابين إلى الرئيس أوباما يطلبون منه أن يطرح على يطرح على الكونغرس الأسباب التي تجعله يعني يؤيد التدخل العسكري وأنا أعتقد أن كلمة السر في هذا الموضوع هي الثمن صحيح أن رئيس ميس النواب تحدث عن الكلفة المالية أنا أعتقد أن الثمن وأنا أكاد أؤكد إذا كان الثمن في الكونغرس الأمريكي سيكون ضرب إسرائيل وتدمير إسرائيل وتوجيه الصواريخ المقاومة من لبنان والصواريخ الإيرانية إذا كانت ستتوجه إلى تل أبيب كما هدد المرشد السورة في إيران أن أي عدوان على سوريا سيقابل بعدوان على إسرائيل أعتقد أن السمن الذي سيدفع إذا كان سيكون أمن إسرائيل واستئرار إسرائيل أعتقد أن الولايات المتحدة ستغير من خطتها العسكرية وخريطة خريطة الأهداف التي نشرت ووزعت ستتغير ربما ينحصر الأمر في نوع من معاقبة معاقبة جزئية ورمزية ربما ولا نعرف ماذا منتظر أن يتم معاقبة بهذا المسمى وأن يكون هناك صمت وعدم وجود رد بالنسبة للحكومة السورية وأساسا اليوم أيضا المتحدث باسم البيت الأبيض قال ربما تتحرك الولايات المتحدة دون موافقة للكونجرس سأعود إليك سيد المون الصعب وجددا إليك سيد بسام أبو شريف بما يتعلق بالأثمان لا نتحدث عن الأثمان المادية ولكن كونك تحدثت أن هذه الفرصة الذهبية لربما حتى يتم تمريغ كما قلت الآن أنف واشنطن بالأرض وبالتعاطي بالرد من سيدفع الأثمان لواشنطن لإسرائيل واليوم أتحدث وأسأل عن أدوار المقاومة تحديدا في فلسطين لأنه العنوان الأساسي لهذا الحوار هو القضية الفلسطينية ومهددة اليوم وأنت كنت تؤكد على ذلك اغتالوا أبو عمار لأنه تموه إرهابي لأنه كان يفكر ويخطط وينفذ مقاومة لاستمرار الاعتلال مرة أخرى المقاومة بالنسبة لهم إرهاب ومنذ اغتيال ياسر عرفات هناك شروط فرضت وقبلت بها السلطة هي عدم السماح لأي عمل مقاوم أن يتم وللأسف نرى الآن الوضع ليس فقط بمنع الفلسطينيين من المقاومة حتى التظاهر ولكن نسمع من شخص مثل صابع رقات يتابع المفاوضات مع إسرائيل في ظل كل هذه الظروف يقول نحن بمن أعما يجري في الدول حولنا من أعن من إذن أنت فقط لوحدك مع الإسرائيلي نحن عرب في فلسطين جذورنا في بلاد الشام والمنطقة العربية نحن أمة عربية أولا وقبل كل شيء قبل أن نكون مسلمين وقبل أن نكون مسيحيين وقبل أن نكون يهود نحن عرب عرب وحدة الأمة العربية لذلك نحن لسنا بمنأة والشعب الفلسطيني طابع رقات لا يعبر عن الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني يتابع لحظة بلحظة تطورات الوضع بتوريا ويقف بدون تردد مع وحدة توريا أرضا وشعبا ومع دباع حتى يتم الاستغلال هذه الفرصة التي تحدثت عنها إذا الرد لن يكون فلسطينيا فقط الرد هو وحدة المقاومة العربية والاستمرار في الهد هلأ يعلون يعلون تعليقا أيضا له تصريح خطير ومهم وله دلالة يقول يعلون بعد لقائه وزير الدفاع الأمريكي لن نسمح لمثلث الشر أن ينتصر في سوريا طهران دمشق بيروت بيروت إذن يقصد إيران وسوريا وحزب الله يقصد المقاومة ولأن يتم التفاوض هنا أصروا أن يتم التفاوض دون شروط وإذا بنا نرى تفاوض يتم بشروط إسرائيلية تنازل لا تفاوض إلا على ما هو خارج السور اللي بناتو إسرائيل زائد الأغوار والنقابة والأخري ما هو الحل؟ وحدة المقاومة نهوض عربي ولذلك قلت لك إحنا أمام فرصة جديدة تتمثل في موقف روسيا الجديد روسيا تدافع عن مصالحها القومية ونحن نلتقي معها في الدفاع عن مصالحنا القومية ونعتمد عليها ونتحالف مع المقاومة على صعيد دولي إيران الصين كوريا لماذا لا تقيم فلسطين أفضل العلاقات مع هذه حتى تقاوم وحدة المقاومة متندة الآن إلى وجود روسي صلب وكما قلت سوء حظ أوباما أنه روسيا الآن في موضع تدافع عن مصالحها القومية ولن تسمح للولايات المتحدة بأن تدوس على قدمها طيب أعود إليك سيد أدمون صعب توافق على مقاله هل نحن أمام هل نحن تماما أمام ربما أن نشاهد هكذا وحدة أو حتى كيف يمكن أن نشاهد تداعيات أو آثار إن تمت أو لم يتم هذا العدوان ليس فقط على المنطقة وإنما أيضا بما ذكروا بتوازن القوى العالمية يعني هناك تمنيات بوحدة المقاومة وكلنا نتمنى لو يحصل هذا الأمر لكن لا نجد مقاومة إلا في لبنان مع الأسف والمقاومة يعني في فلسطين فقط في لبنان نعم أين أين توجد مقاومة حاليا غير خارج غزة غزة واني أين هي المقاومة أين هي المقاومة أين هي حماس أين هي حماس اليوم هناك هناك مقاومة هناك نعم هناك مقاومة إضافة إلى قوى أخرى هناك مقاومة هناك مقاومة ربما تكون مقاومة رمزية لكن المقاومة الفعلية هي في لبنان وفيها بدعم بدعم سوري بدعم سوري للسبب سوريا اليوم تدفع سمن حرب 2006 وتدفع سمن يعني ما ممكن أن يحصل إذا حصل إذا حصل أي تطور ودخلت المقاومة من جديد ودخلت الأراضي الفلسطينية لأن الحرب المقبلة مع المقاومة لن تكون حربا دفاعية لن تكون مقاومة في الموقف الدفاعي ربما ستكون في الموقف الهجومي ربما سيستخدم أيضا سواريه ستكون لبنان جبهة تخيط إسرائيل إذا ما تم العدوان من يعرف أولا لا حزب الله أعطى سره ولا حتى إيران أعطى سرها حتى الولايات المتحدة حتى الآن التردد الأمريكي معروف أنه هناك حسابات تقول هناك إجماع حاليا في الولايات المتحدة على أن القاعدة هي التي ستكون مستفيدة من أي اعتداء أمريكي على سوريا حتى هناك أحد هناك أحد النواب الأمريكيين السابقين ويدعى داليس كاتشينيس قال أن الولايات المتحدة إذا قامت بعدوان على سوريا ستكون القوة الجوية لتنظيم القاعدة دعم وأيضا زمير روبرد فرسك تحدث أنه نبه أوباما وكانه يقاتل في صف واحد مع القاعدة أشكرك جزيل الشكر سيد دمون صعب الكاتب والصحفي الكاتب السياسي والصحفي اللبناني لهذا التواجد وأيضا لهذا الحضور وهذه المعلومات موصول الشكر لضيفنا في رام الله الأستاذ بسام أبو شريف وهو الكاتب السياسي الفلسطيني والمستشار السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات أشكركم مشاهدينا وحلقة جديدة من حوار الساعة غدا بأمان الله اشتركوا في القناة